مرحبا واتحياتي للجميع كان الشكسبير وسيبقى معجزة العبقرية الخالدة فواقعا كلما قرأت ليشكسبير ستجد دائما نفس الاحساس أقله بالنسبة لي كلما أقرأ ليشكسبير أشعر بنفس الاحساس دائما إحساس بالرهبة بالعظمة بالدهشة من قدرة هذا الإنسان هذا العبقر على خلق شخصيات بهذا الكمال والإتقان اللامتناهي وإن نقول أن موضوع أعمال شيكسبير موضوع مسرحياته أعماله شعره إلى آخره واقعا هو الإنسان في الدرجة الأولى أبدا هو الإنسان قبل الخيال قبل المثل قبل الطبيعة الصماء وحتى قبل الماوراء أو قبل الميتافيزيقة ولذلك طبعا استطاع شيكسبير أن يخلق نماذج بشرية وأنماط بشرية تنضح بالحس الوجودي والإنساني فشخصيات شيكسبير تعيش تعاني تفرح تتألم وتموت صحيح في داخل عالمه الخاص لكن بعد أن تدفع بك بعد أن تدفع بك لتعيش معهم بجوارحك بعاطفتك وربما ستشعر في لحظة ما بأنهم بأنهم أحياء أكثر ممن يحيطون بك وعندها قد تتلبسك روح أفلطونية لتتمنى أن تعيش معهم في ذلك العالم العلوي كما كان يعتقد أفلطون بعيدا عن عالم الواقع أو عن عالم الأشباح الواقعي بحسب المعتقد الأفلطوني يعني هاملت مثلا هاملت إنسان فريد إنسان متفرد مصيره لا يشبهه وهذه قمة العبقرية وهكذا ماكبث هكذا الملك لير كاليوباترا روميو وجوليات طبعا هنري الرابع تيمون إلى آخره وهكذا إلى آخر بطل إلى آخر ملك إلى آخر سعلوك إلى آخر آثم ومهرج في داخل العالم الشكسبيري السحري فكل شخصية من هذه الشخصيات وطبعا غيرهم شكلهم هذا المبدع بعناية فائقة أبدا بعناية فائقة الدقة وبأسلوب غريب لابل اسمحوا لي بطريقة عجائبية وإعجازية في مكان ما أقول إعجازية وعجائبية لأنه تخيلوا مثلا أنه كيف استطاع عقل شكسبير أو كيف استوعب شكسبير في عقله المئات المئات من الشخصيات المختلفة وحتى المتناقضة ومع ذلك نحتهم بشكل عجائبي بشكل مميز بشكل إبداعي بحيث لا يمكن أبدا لا يمكن أن تخلط بين أي شخصية وأخرى ومن حيث أنه منحهم شيء من الكمال منحهم شيء من الكمال وهذا الكمال سواء كان في مجال الخير بالنسبة لبعض الشخصيات أو حتى في مجال الشر بالنسبة لشخصيات أخرى فنرى في داخل عالم شكسبير نرى من ضمن النماذج التي قدمها شكسبير نرى مثلا المنافق نرى المنافق يتقن النفاق إلى حد الكمال أن ينصح التشبيه ونرى الفاضل أيضا يصل لنقل بفضله أو بفضائله أيضا إلى حدود الكمال والمثال وفي الواقع فشكسبير جسد في شخصياته هذه كل إمكانيات الإنسان بشكل مذهل بشكل غير مسبوق عرفنا وبشكل غير مسبوق على على كل إمكانات الإنسان على كل ما في داخل الإنسان أرانا مثلا بشكل واضح للبس فيه الغيرة والحسد في أعلى تجسد لهما مثلا أرانا الحقد والبغض نرى في شخصيات شكسبير نماذج عن الإنحطاط والإنحلال نرى البطش والطموح مثلا طبعا الخصة والحقارة نرى المكر والخيانة الجشع والأنانية بدون النشك الإيمان والكفر الشك والعقين نرى الطهارة الناصعة في مكان ونرى التضحية الكاملة في مكان آخر نرى الحب نرى العاطفة والبذل والإيثار ونرى الرفعة والسمو وأنبل الغايات وأنبل الأهداف يعني تماما كما نرى مثلا الدوافع الإجرامية الدوافع الشهوانية العبثية نرى الخواء نرى كل الهموم والأسئلة الوجودية الكبرى في داخل الإنسان فنرى كل هذا المزيج الهائل يتزاحم يتضارب يتصارع لبل إن أردتم يقضي بعضه على بعض أبدا يفني بعضه البعض طبعا في داخل أسوار هذا العالم الشيكسبيري طيب من جهة أخرى فواقعا في أعمال شيكسبير فوائد جمالاته لا تعد ولا تحصى طبعا هناك فوائد هي بمثابة تحصيل حاصل كمثل الفائدة الجمالية والذوقية والمتعة الأدبية ومتعة الخيال الخصب لكن أيضا هناك فوائد فكرية وفلسفية وحياتية واجتماعية وذاتية فردية يعني لا تعد ولا تحصى أيضا ومن خلالها طبعا يغذي شيكسبير القارئ يعني إن أردتم جماليا ضوقيا فكريا وحتى نفسيا وجسديا يعني على سبيل المثال طيب لا يمكن لقارئ شيكسبير إلا أن يخرج من عالمه بزاد فكري بزاد فكري مهم بزاد معنوي كبير جدا وسيخرج القارئ بخلاصات أحكام أو بحكم مستخلصة من واقع الحياة عن الكون حكم عن الكون عن الإنسان عن المصير عن الحب عن الموت عن حياة الإنسان سواء وعلاقات الإنسان سواء بغيره بالأفراد أو بالمجتمع إلى آخره أيضا سيخرج القارئ يعني كما يقال بعدة عمل قد يحتاجها في مواقف حياتية كثيرة جدا لأن واقعا شيكسبير لم يترك موقف أو ظرف أو واقع أو محنة أو مصيبة مثلا أو قضية أو مناسبة يعني ممكن أن تحدث سواء للفرد أو في داخل المجتمع الإنساني ولم يتحدث عنها ولم يترك فيها مثلا حكمة عملية أو على الأقل مجرد عبارة بليغة حكيمة عميقة المعاني يعني ممكن أن يطبقها الإنسان على أرض الواقع وتساعده في مكان ما طبعا أعلم أن البعض سيراني مغالي في شيكسبير لكن هو بكل أمانة يعني صدقوني أحاول أن أن أكبح حمانسي وإعجابي بهذه القامة الكبيرة بهذا العبقري الذي يعتبر من كبار كبار الكتاب والشعراء في التاريخ لأن شيكسبير واقعا لم يكتب لم يكتب بالحبر أو بالقلم أو على الورق مثلا لا واقعا شيكسبير مارس فعل خلق فعل خلق إبداعي غير مسبوك وربما يعني أقله لغاية اليوم ربما غير ملحوق أيضا في مكان ما هذا العبقري الذي خلق من عدم يعني اسمحوا لي بهذا التشبيه بهذا التصوير هذا الكبير الذي خلق من عدم عالم متكامل زاخر بالأسماء الخالدة عالم مليء بالمآسي بالملاحم بالبطولات وحتى بالصغائر وبالمضحكات إن أردتم يعني وحتى بالغرائب وبالعجائب طبعا ما لا وقت لعرض وله جزء يسير منه أو ركن صغير من أركانه وعلى الرغم من أنه في نهاية الأمر عالم عالم أدبي عالم خيالي في مكان ما إلا أنه كما قلت من جهة أخرى يصور العالم الإنساني تمام التصوير هذا العالم الإنساني الذي يموج بالنماذج البشرية المختلفة هذا العالم البشري الطافح بالتجارب الحياتية والإنسانية والوجودية وكأن شيكسبير وكأنه لم يكن يكتب بالريشة لم يكن يكتب بالحبر على الورق بل لعله كان ينظر إلى الورق ومن ثم يقول له كن فيكون وشكرا لكم وشكرا